السؤال ما هي نبوات أو نبوة إشعياء النبي إصحاح 12 طبعا أقحم نفسه نتنياهو مقتبسا أو استدعى أن هذه النبوة من النيل إلى الفراط حتى يرضي المتطرفين اليهود في الحزب اليمين أو للأسف في مسيحية في أمريكا تسمى المسيحية الصهيونية ومن ناحية أخرى الإسلام برضو اقتحم الآية وابتدى يعطي تفسيرات بحسب فكره وحسب رأيه بطريقة غاضبة فهم أنه نتنياهو بيتكلم عن إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفراط خلينا أقول أحباء عدة أمور في البداية في كل تاريخ إسرائيل لم تكن من النيل إلى الفراط الرب يسوع أو الرب في العهد القديم أعطى تحذير لشعوب كنعان والرب لما تكلم مع إبراهيم حكاله بكل صراحة أنه من شعبك رح يكون في أرض غريبة في مصر 430 سنة يعني بالتطقيق وفعلا كان شعب إسرائيل مستعبد للمصريين أكثر من 400 سنة وخرجوا على يد موسى إلى أرض كنعان وكانت الوصية الإلهية هو إبادة شعوب كنعان ورح أتكلم عنها الأسبوع القادم بنعمة رب فلم تكن حرب دينية كانت قضاء إلهي على هذه الشعوب الوثنية اللي ارتكبت كل أنواع النجاسات كل أنواع الرجاسات رغم تحذير الله وعندما دخل يشوع إبنون إلى الأرض وكانت ممالك كثيرة خمس ملوك في الجنوب أكثر من 31 مملكة في الشمال المهم أخذ كل أرض كنعان وابتدأ من نصف سفر يشوع بتقسيم الأرض بحسب الأصباط ففي كل التاريخ كانت الأرض هي من حدودها لبنان سوريا من الجنوب إلات أو العقبة البحر الأبيض المتوسط في الغرب ونهر الأردن من الشرق مع الفترات الزمنية بين دخول وخروج بين محتل إلى آخر ولا مرة شفنا في كل التاريخ حتى في المملكة العظمة في أيام داود وسليمان لم يأخذوا أرض أكثر مما كانت لهم يمكن سليمان كان عنده نفوذ لكل الممالك حول إسرائيل ولكن تاريخيا لم تأخذ الأرض اللي كما يقال من النيل إلى الفرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر